دكتور فواز جاء في التقرير أن الدول العشرين قلقة على الدول الفقيرة وبعض الجزر من جائحة كورونا هناك اقتصادات قوية صمدت واقتصادات هشة سقطت الاقتصاد السعودي كان ومازال وسيظل إن شاء الله اقتصاد صلب لماذا هو صلب؟ أولا الاقتصاد السعودي كان في الماضي يعتمد على سلعة وحيدة للدخل وهي النفط ولكن جاءت الرؤية رؤية المملكة عشرين ثلاثين لتحويل هذا الاعتماد من عقدة النفط إلى نعمة العقل أي أن يكون هناك اقتصاد معرفي وهذا ما كان يريده خادم الحرمين الشريفين وأيضا صاحب السؤول الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العحد أن تتحول المملكة من اقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المعرفي اليوم ماذا نجد في المملكة؟ المملكة اليوم في المرتبة السادسة عشر في حجم الاقتصاد عالميا في المرتبة الرابعة في الاحتياطات الأجنبية المالية النقدية المرتبة الأولى في إصلاح بيئة الأعمال بين 190 دولة والمرتبة الرابعة والعشرون في التنافسية العالمية جميعها تصب في بوطقة الاقتصاد الكلي للمملكة وبالتالي هي دولة ينظر لها بنظرة العلم والمعرفة وتريد المملكة أن تصل هذه الرسالة إلى جميع الدول سواء كانت دول متقدمة نامية أو أقل نموة جميل